بها السلسلة من أحاديث بتشبهنا المؤلفة من خمس حلقات رح أحكي لكم عن خمس أفلام فتحت لي أفاق جديدة فيما يتعلق بالحب والعلاقات أفلام بتحكي عن الحب بواقعية بعيداً عن الرومانتك كوميديز اللي بكتير من الأحيان تعطينا صورة براقة وسعادة أبدي صحيح إنه نحن بحاجة نشوفها من وقت للتاني لكنها ببساطة ما بتشبهنا وما بتشبه حياتنا وأحاديثنا رح نبدأ تنازلياً من المرتبة الخامسة للأولى فخليكم معي بهالسلسلة واليوم بالمرتبة الخامسة معنا فيلم Marriage Story أو قصة زواج فيلم الدرامي رومانسي بشدك من اللحظات الأولى خاصة لو كنت من عشاق الرومانسية بتتعرف على شخصياتنا الرئيسية تشارلي ونيكول من خلال وصفة تشارلي للأسباب اللي بتخليه حب نيكول مع لقطات من الذاكرة لقبل مثالي وعائلة سعيدة لنكتشف بعد دقايق أنه السبب سردة تشارلي لها الصفات هو كونه في جلسة وساطة لتسهيل طلاقه من نيكول بأول عشر دقايق من الفيلم بنكون علاقة وثيقة مع الثنائي نتعرف على التضحيات اللي قدمتها نيكول لتبني زواج مع تشارلي نيكول تخلت عن حلمها في التمثيل بينما تشارلي كان عم بيحقق نجاح ورد تاني كمخرج مسرحي وكل ما لمع هو شعرت هي إنها عم تنطفي أكتر وأكتر قد تبدو هالقصة مألوفة يمكن سمعتوا قصة بتشبهها وهذا أكتر شي بيميز هالفيلم وكأنه أخدنا إلى ما بعد الهابلي أفر آفتر لتنين تزوجوا بعض قصة حبة كبيرة لكنهم للأسف وصلوا للانفصال إنه فيلم يحكي عن معركة طلاق بين حبيبين بيبدأ بسيكوينس رومانسي أمر غير مألوف هل ممكن اتنين بيحبوا بعض يتركوا بعض؟ الجواب هو نعم ما بتنتهي العلاقة لما ينتهي الحب دائما لكنها بتنتهي لما تتغير الأحلام والطموحات لما أحد الطرفين يلغي نفسه عشان الآخر لما أحد الطرفين يكبر ويلمع بين مشريكو عم ينطفي وهو مش شايف أو سامع ما راح الحب لكنه ضاع في زحمة الحياة رحلة مليئة بالعواطف والأحاسيس والمد والجزر تطرح سؤال محوري شو بيصير للحياة اللي بنناها سوا لما نوصل لآخر الطريق؟ الفيلم صدر عام 2019 وهو من كتابة وإخراج نواء بومباك ومن بطولة سكارليد جوهانسون وآدم درايفر ولورا ديرن وكان من أهم أفلام المنصات اللي حظيت بتقديره جوائز في المهرجانات السينمائية ترشح لست جوائز أوسكار كأفضل فيلم أفضل أداء لممثلة بدور رئيسي لسكارليد جوهانسون أفضل أداء لممثل بدور رئيسي لآدم درايفر أفضل نص أصلي وأفضل إنجاز بالموسيقى السينمائية وأحرز أوسكار واحد لأفضل ممثلة بدور ثانوي للاورا ديرن هذا بالإضافة لمية و27 جائزة أخرى أحرزها في البافتاز والساكا ووردز وغيرها الكتير وعلى فكرة نوى بامباك كاتب ومخرج الفيلم استوحى القصة من تجربته الخاصة من طلاقه عام 2013 وطليقته قرأت النص وحبت الفيلم أيضا وكان ميرج ستوري هو أول فيلم من إنتاج نتفلكس بيحظى بعرض سينمائي طويل مدته 30 يوم وهو على فكرة أول فيلم منصات بيحظى بأوسكار عن فئة التمثيل بعد الأوبنينج سيكوينس الرومانسي اللي حكيت لكم عنه بالبداية بيبدأ الفيلم وبتبدأ معركة الطلاق بين شارلي ونيكول هي مش قصة طلاق برغم إنهم من بداية الفيلم ممفصلين هي ببساطة قصة زواج بيحكيها شخصين من أيام زواجهم الأخيرة بيخليك تستغرب مشاعرك أنت بالفعل مقتنع إنه هالشخصين مستحيل يكونوا مع بعض برغم الحب والمشاعر هم أشخاص أفضل وأسعد بعيد عن بعض في الطلاق مش بالضرورة نختار طرف مش بالضرورة يكون أحد الطرفين شرير وظالم والتاني طيب ومظلوم فشارلي ونيكول برغم تدهور علاقتهم نيكول هي أم رائعة وتشارلي هو أيضا أبرائع لابنهم هنري ما بيحاول الفيلم يخفي أي تفصيل أو شجار مهما كان بشع ومؤلم لأنه هيك خلافاتنا بالحقيقة ممكن نحكي ونسمع حكي جارح وندخل بمعارك ونوصل لمرحلة نقول فيها بكرهك لشخص كان بيوم كل حياتنا ما اخترت هالفيلم لحتى أزعزع إيمانكم بالحب أبدا ولا للتشجيع على الطلاق والانفصال اخترته لأنه قصة حب قصة حب حقيقية والحب فيه ما بيوقف حتى بيأبشع الأوقات وسواء كنت خد تجربة الانفصال أو الطلاق قبل أو لا رح تلاقي فيه مراية حقيقية لواقعك أو لواقع أشخاص بتعرفهم وبيعرفوك يمكن أكتر حقيقة مرة فيه هي إنه الحب وحده ما بيكفي وإنه بيوم من الأيام شخص كان كل حياتك ممكن تنتهي العلاقة وإنكم تفترقوا إنه ما تتخلى عن هويتك وحالك حتى بسبيل الشخص اللي بتحبه لأنه بيوم ممكن تكرهه ولو مؤقتا لها السبب حبيت هالفيلم لأنه بتعد عن الكليشيهات اللي بتنهي كل الزواجات بسبب الخيانة صح إنه تشارلي خان نيكول لكنها ما تركته لأنه خانها وعلاقتهم كانت منتهية قبل الخيانة يمكن تركته لأنه الخيانة وعتها على كل شي ضحت فيه وتخلت عنه بآخر الفيلم نسمع قائمة نيكول للأسباب اللي خلتها تحب تشارلي وبهيك تكتمل القصة سمعنا الطرفين وحبيناهم وما قدرنا إنه نختار طرف وهالشي نادر جدا بعالم الأدب والسينما سمعناهم وصدقنا قصة حبهم وارتحنا لانفصالهم وصحيح إنه تشارلي وصل للخيانة لكن هالفيلم بيسعى جاهدا ليوضح إنه الخيانة لم تكن هي سبب الطلاق الوحيد أو الأساسي وإنه بيكفي إنه نكون مش حابين حالنا أو الشخص اللي عم نكونه مع شريكنا لنتركه وإنه نحن بمرات كتيرة منلمع ومنكبر ومنلاقي صوتنا بعيد عن الشخص اللي بنحبه وأهم شي إنه الحياة بتكمل وممكن حتى تصير أحلى وإنه نهاية العلاقة ما بتعني إنه ننسى اللحظات الحلوة أو نلغيها وإنه قصص الحب ممكن تبقى قصة حب حتى لو نهايتها ما كانت سعيدة حبيتها الفيلم لأنه الحب فيه مش إحساس خالص منعزل عن المشاعر الأخرى الحب عشوائي ومعقد فيك تحب شخص وتكرهه وتخاف منه وعليه بنفس الوقت لأنه بأحيان كتيرة الطلاق والانفصال وكل الأشخاص المرتبطة فيه مثل الأصدقاء والمحامين بيطلعوا أسوأ ما فينا وما في الطرف الآخر تابعوا الفيلم وبحب دائما أسمع أراءكم وانتظروا الحلقة الأسبوع الجاي من هالسلسلة لتعرفوا الفيلم بالمرتبة الرابعة في قائمة الأفلام اللي رح تغير نظرتك للحب